يول صنو جل مشتر تصريحات متتالية حشود ومزيد من التعزيزات والنتيجة إصرار تركي على شن عملية برية ضد ميليشيا قسد إصرار قد ينقلب إلى تراجع في حال تنفيذ شروطها والتي على رأسها عودة ميليشيا أسد للسيطرة على مناطق قسد بحسب ما نقلته قناة الجزيرة عن مصادر رسمية تركية الشروط التركية وإيصالها لميليشيات قسد وأسد تقع على عاتق روسيا التي تبذل بحسب المصادر جهودا لإقناع الأطراف وتحقيق مطالب أنقرة بعودة ميليشيا أسد لمناطق منبيج وعين العرب وتل رفعت ولا يقتصر ذلك على الشق العسكري بل إن عودة مؤسسات حكومة ميليشيا أسد وقواتها الأمنية وحتى حرس الحدود التابع لها إلى تلك المناطق أبرز تلك الشروط إن هبت رياحك فاغتنمها هذا ما تفعله تركيا الآن تحديدا حيث أعطت روسيا مهلة زمنية لتلبية شروطها وإلا فإن الزحف العسكري البرية لطرد ميليشيا قسب من المناطق المحددة سيكون الخيار الوحيد خاصة وأن واشنطن عاودت التأكيد على حق أنقرة في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإرهابية مشددة في الوقت ذاته على السعي الأمريكي لخفض التوتر في المنطقة والحيلولة دون وقوع عمل من شأنه التسبب في مقتل المزيد من المدنيين فهل تحصل تركيا على ما تصب إليه سياسيا أم إن العملية البرية هي من ستجبر ميليشيا قسد على الخروج من المناطق المطلوبة اشتركوا في القناة